والله أتمنى أن هناك سؤال يطرح أنا سؤال كويس لا 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 أكون سؤال يطرح في كل الفضاء هل العراق أو بغداد تحتاج إلى متنبي آخر منفذ آخر تتلاحظ هذا الزخم هذه متنفس يعتبر تعتقد العوائل فقط تتلاحظ هذا الزخم رغم الجو الحار رغم هذه وهذه المفتاح فالحائلة العراقية محتاجة أكثر من شارع متنبي فلي هذا السبب لهذا السبب هذا الزخم جماليتها والروحية اللي ديت عيش فيها اللي يعيشوها وحتى اسم المتنبي اسمها بس هو حتى لو تفتح عشر شوارع شبيهة المتنبي يبقى هذا الشارع لا شك لا شك طبعا أنا قلت لك بالتأكد المتنبي يكفي اسمها يكفي اسم المتنبي بس أنا ذات ساحل يحتاج أكثر من المتنفس هذا الزخم تلاحظه شون يحتاج إلى مساحات خضراء لا شك طبعا مساحة أكثر ما يحتاج أكو مسألة أخرى المتنبي سابقا نحن كنا ندخل للخاف ليش؟ للسبب بسيط للمتنبي كان هيبة كان الكادر الثقافي هيبة ثقافية الثقافية يلا شك لن الخاف الآن معي لأنه جو الضغوط النفسي والضغوط الفكري والضياع 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 الشباب ترى سلحان اللعنة داعش بيتشضي فكرة التشضي بل هذا يتجين يعني أصبح سوب ما أصبح متنبي بس مع هذا أستاذة أتفق بالفكرة الأساس الأم أتفق وياك بس مع هذا هذه الفئة اللي تجي المتنبي خلن راقب بيديك حتى لا يرحون إلى مكان آخر سيئة لا شك هليني بالجمال أنا طرحت مضأ المركز الثقافي هذا المركز يجب أن يستغل المركز الثقافي يجب أن يستغل هذه الشباب اللي احنا اتفقنا أنه نتيجة الضغوط ونتيجة ظروف اللي مر بها البلد ونتيجة الوضع الاقتصادي أصبح تائه ضحي يعني عرف ما عنده هوية شخصية فهذا المتنبي يجب أن يكون مصدر مصدر التذكيفي مصدر احتوائي يحتوي الشاب يثقفه يوحيه يخليه يحسن عنده هوية عنده طريق واضح أنا أقصد شنو الثقافة هي المتنبي سابقاً والآن ويبقى لكنه عملية الممارسة أو استغلال هذا الثقافة ليحتواها الشباب اللي احنا بالتعلي ليس أبو الطيب المتنبي المستفيد من الثقافة الفرد نفسه وميساً الشيخ طبعاً فالثقافة إنه الخطوة الأولى دائماً الخطوة الأولى تبني عليها بديية فإحنا المتنبي بأنه نبني عليه نبني عليه جيل هذا الجيل الجميل هذا الجيل الجميل اللي تجد الظروف إحنا مدنبي لأنه محتضرنا إحنا الكبار محتضرنا هذا الجيل عفناً عفناً أنه واجه الحياة بطريقة صعبة جداً أكو مصادر أكو مؤسسات أكو جهات أخرى الحكومة إلها هذه كلية تحتضن هذه الشرعة أياك الله شكراً جزيلاً أنا وسهلاً